مجاز الأخبار مع دينة فضل دين شكرا لك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قالت وزارة الدفاع الروسي إن أوكرانيا تخطط لمواصفته باستفزاز جديد في منطقة دفن ضحايا الطعون في مدينة أوديسا لإلقاء لوم على الجيش الروسي وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزينتساف إن هناك مخططا لقيادة إدارة أوديسا العسكرية جنبا إلى جنب مع الجيش الأوكراني لوضع مجمع دفاع جوي أو ما يشبهه في منطقة مقتضة بالسكان في المدينة بالقرب من محطة خدمة سيارات الإسعاف الإقليمية حيث يقع مكان دفن ضحايا الطعون مشيرا إلى أنه في حالة وقوع ضربة من قبل القوات الروسية فإن الجانب الأوكراني سينشر معلومات في وسائل الإعلام حول حدوث خطر بايلوجي في أوديسا متهما موسكو بذلك قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية فاديم بوشينكو إن القوات الروسية دمرت 1300 مبنى سكاني شاهق في المدينة وأضاف رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية أن القوات الروسية نقلت سكان المحليين بعيدا عن المنطقة مشينا إلى وجود عدد من الجثث تحت الأنقاض قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هابتستريت أن المستشار الألماني أولاف شولتسي بحثوا مع رئيس وزراء سولفاكيا إدوارد هيجر الاثنين المقبلة عددا من القضايا على رأسي العملية العسكري الروسية في أوكرانيا وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن شولتسي تبادل رئيس الوزراء السولفاكي وجهة النظر حول تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والقضايا الأوروبية فضلا على علاقات ثنائية بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك أكد وزير الداخلية النمسا جرهارد كارنر أن الأزمة الأوكرانية فرضت العديد من التحديات المتنوعة خاصة على الشرطة والقضاء وقال وزير النمساوي أن الهجرة غير الشرعية خطر حقيقي وتتأثر بالفعل بالأزمة في أوكرانيا مشيرا إلى أنه في أوقات الأزمات يستغل المهربون كل فرصة وهما يمثل تحديا كبيرا لبلاده وأشدد على ضرورة إصلاح الخدمة الجنائية وإعادة تنظيم مركز الكفاءة في مجال مكافحة الجرائم وانشاء نقطة اتصال الجرائم الإلكترونية ندى دوازير الدفاع الأمريكي الويد أوستن بالنشاط العسكري الصيني قرب تايوان وخلال قمة أمنية في سنغفورة قال أستن أن هناك زيادة مضطردة في النشاط العسكرية الذي وصفه بالاسترزازي والمزعزع لاستقراري قرب تايوان يأتي ذلك بعد تحذير نظيره الصيني من أن بكين لن تتردد في شن حرب إذا أعلنت الجزيرة استقلالها أصدرت المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بدرورة إجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكورونا وأوضحت أن هذا الأمر الذي وقعته مديرة المركز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشال والنسكي يسري على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية اعتبارا من غد الأحد أعنات الحكومة الفيدرالية الكندية أنها ستعلق اختبار الوصول العشوائي الإلزامي الخاص بفيروس كورونا للمسافرين القادمين في المطارات الكندية وقالت وزارة الصحة أنه اعتبارا من اليوم سيطلب من المسافرين غير مطلق اللقاح فقط إجراء اختبار عند دخول كندا هذا وأعنات الحكومة الكندية أنه اعتبارا من الشهر المقبل سيتم نقل جميع الاختبارات بما في ذلك غير الملقحين إلى خارج الموقع مما يعني أنه لن يضطر المسافرون بعد الآن إلى تقديم عائلة للاختبار إلى في المطار ختام من مجزء التاسعة في واصل عرض لحضركم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر